اشهد اسم الشيخ خالد بن حمد الخليفة نائب الاول لرئيس المجلس العالى للشباب ورياضة رئيس اللجنة الولمبية البحرينية بالجهود التي تبدلها اللجنة الولمبية الدولية برئاسة الالماني توماس باخ في تسبيل تحقيق استضافة امنة لدورة الالعاب الولمبية التي ستقام في توكيو 2020 لجميع رياضيين في العالم بعد تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 مؤكدا سمو حرص اللجنة الولمبية البحرينية على سلامة رياضيها معربا سمو عن ثقته الكاملة في قدرة اللجنة الولمبية الدولية على اتخاذ القرار المناسب مشان الدورة مع تبقي حوالي اربعة اشهر على الالعاب الولمبية التي ستنطلق من الرابع والعشرين من يونيو لغاية التاسع من اغسطس جاء ذلك لدى مشاركة سمو في الاتصال المرعي لاجتماع رؤساء اللجان الولمبية الوطنية بالقارة الاسيوية الذي عقده صباح اليوم برئاسة السيد توماس باخ وبحضور الامين العام لللجنة الولمبية البحرينية سعادة السيد محمد حسان النصف وبمشاركة عدد من رأساء والأمناء العامين لللجان الولمبية في قارة اسيا لمناقشة الاوضاع الحالية حول وباء كورونا وما سيتم اتخاذه من اجراءات وقائية صحية وتم خلال الاجتماع منقشة كافة التصورات الخاصة بالدورة والتصفيات التأهيلية ومنقشة اوجه التعاون مع الاتحادات الدولية للالعب الرياضية لتحديد الشروط اللازمة لتأهيل باقي الرياضيين الذين تبلغ نسبتهم 43% سواء عن طريق التصنيف الدولي او النتائج القارية بعد اكتمال تأهل 57% من الرياضيين الى الولمبياد ويعادة نظام التصفيات التأهيلية ابتداء من شهر أبريل المقبل مع امرعات صعوبات التنقل للتدريب وخوض المنافسات وابداء مرونة فيما يتعلق بعملية تأهيل الرياضيين واكد سمو الشيخ خالد بن حمد على همية اتخاذ القرار وفق دراسة متأنية تأخذ في الاعتبار حماية صحة جميع المعنيين ودعم الجهود الخاصة باحتواء الفيروس وحماية مصالح الرياضيين والألعاب الأولمبية على حد سواء والعمل بطريقة مسؤولة ووعية واتخاذ كافة التدابير من أجل سلامة جميع المشاركين في الألعاب ألعاب توكيو 2020 كما أكد سمو على همية التواصل فيما بين الحركة الأولمبية من لجان أولمبية وطنية واتحادات دولية واللجنة المنظمة للأولمبيات في اليابان والرياضيين لتبادل المعلومات والتطورات مع ضرورة التواصل المستمر مع منظمة الصحة العالمية والحكومات حول العالم لاتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة وذلك بهدف إقامة الألعاب الأولمبية بشكل مثالي وآمن كما أكد على أهمية تضافر المجتمعات الدولية والتضامن بين كافة عناصر الحركة الأولمبية لمواجهة هذا الفيروس وأثنى سموشي خالد بن حمد على الجهود التي يقوم بها فريق العمل الذي يتألف من اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمة الصحة العالمية واللجنة المنظمة لطوكيو 2020 والسلطات اليابانية وحكومة طوكيو متمنيا أن تقام الدورة في أحسن الظروف لتأمين بيئة مثالية للرياضيين ترجمة نانسي قنقر